اشتركوا في القناة يكون موجود عنا على الكمبيوتر برنامج PLC طبعا بتنزله عن طريق الجوجل بعدها بتشغل برنامج PLC ومنروع على خيار Tools ومننزل عند آخر خيار Preferences بعدها في عنا التبويب اللي موجود على البرنامج اسمه Input Codex ومنختار منه خيار Hardware Accelerated Decoding ومنختار الخيار الأخير Disable وبعدها منروع على الخيار الثالث اللي هو X264 ومنختار منه الخيار الأخير بعد هيك منضغط على حفظ راح تشوف انه ملف الفيديو اشتغل معك بدون اي عملية تقطيع على جهاز الكمبيوتر وهيك منكون انتهينا من الشرح نشوفكم ان شاء الله بكرة ترجمة نانسي قنقر